طيب دكتور رامون هنا يعني هل أفهم منك بأن هذه التأثيرات من مراكز الأبحاث والدراسات تأتي فقط في القرارات الاستراتيجية لدى دولة الاحتلال؟ لا يعني إذا كان في القرارات الاستراتيجية موجودة في القرارات التكتيكية كما قلت يعني موجود جزء منها ولو كأن صناعة القرار السياسي هي أيضا طبعا صناعة القرار السياسي أيضا متطبط كثيرا بحيانا بتأخذ المشورة من هذه المراكز يعني يعني هو طبعا ما يدور في القرار السياسي أن تطلب من هذه المراكز تقديم توصيات توجهات لصناعة القرار لكن صناعة القرار أحيانا يأخذ بعضها وأحيانا لا يطبق بعضها وأحيانا يرفضها كلية حسب توجهات الحكومة وتتوافقها مع الرأي العام مثلا في الموضوع الاستراتيجي مثلا تلاقي مركز بقين السادات يظهر عنه أوراق واضحة تماما أن الضفة الغربية هي أرض إسرائيلية محض وبالتالي لا يمكن وطبعا الكتاب الذين يكتبون هناك طبعا ذات توجهات يمنية مثلا عميد درور اللي هو كان رئيس الاسلام وحيدة البحوث في جهاز السخبارات العسكرية كتب كتاب عن الضفة الغربية وأن الضفة الغربية جزء لا تجزى من إسرائيل ولا يمكن التنازل عنها بأي حال من أحوالي من أي عملية سياسية هذا طبعا هذا كتاب مفتوح يطب تطبيقه يوميا على الميدان فبالتالي هذا أمر نشاهده شكل يومي التوجهات حول توصيات مثلا أحيانا لا أخذ بها نجد مثلا مركز أمن القومي يعطي توجهات بتخفيف الضغط على غزة يعطي توجهات بأعطاء أقوى السلطة الفلسطينية ورفع مثلا مساعدة السلطة الفلسطينية على أن تكون دور سياسي أكثر مما يعني من التعامل المحة على أنها على أن يكون دور أمني أو دور اقتصادي والذالي مطالبة يعني أحيانا تكون مطالبات واضحة من الكبار الباحثين في المركز بعدم يعني عدم التضييق للسلطة الفلسطينية يعطيها مجال فضاء سياسي أوسع إلا أن هذا الكلام لا يطبق مثلا متانيا لكن في الموضوع الإيران نجده مثلا يطبق في موضوع أخرى ممكن الحديث عنه في الأرض لا